لماذا أم كلثوم يعني هل يتقاطعوا هذا الصوت مع صوت التجربة التناصرية في ذاك الزمان علما أنه هي يعني بلشت إياما الملك فاروق طبعا الأولى طلعت بالواحد وتسعين بواحد وتسعين كنت أنا الحقيقة كتير متأثر بتجربة حرب الأهلية البنينية والمديدة يعني اللي امتدت للتسعة وثمينين وكانت أم كلثوم ترقالي أن أم كلثوم واحدة من الرموز الأساسية لهذه المرحلة هالكتاب عمل لي كتير مشاكل لأنه طلعت الناس يقولوا أنه بيكرأ أم كلثوم أنا بالعكس بحب أم كلثوم أحيانا بيسمع أم كلثوم حتى في ناس اعتبروا أنه في حقد على السقافة المصرية كمان منوصعية كان في مشكلة مع الطريقة اللي بترحب فيها أم كلثوم أو حتى في لبنانية يعني الطريقة اللي بترحب فيها فيروز يعني ما بتحبك نوع العبادي يعني نوع العبادي بتأيقنا تعملها أيقوني نعم تعملها أيقوني وهي شغلتين بالآخر أول شغلة أنه أم كلثوم إذا بتاخد نص أم كلثوم نص أم كلثوم ما في زمان ولا مكان يعني أنت إذا بتسمع خد مثلا أديس بياب بفرنسا هذا لكن بدي سألت في أمكينة أمكينة باريسية بالغنية خد بيلي هاليدي في حكي عن العنصرية بأمريكا أم كلثوم هو نص بلا زمان ولا مكان ولا دلالة اجتماعية ولا أي دلالة كلام أم كلثوم فيك تقوله قبل مليون سنة وفيك تقوله بعد مليون سنة هو كلام في الحب أحبك و أحبيتك و أحبيتك بدون أي تعيين غالب في الحب هيدا كلام يندرش في الدين أكثر من ما يندرش أي كلام هو بفوق الزمن ولا مكان غير الكلام الديني يفاقم هالشي أو يعزز هالشي شورة أم كلثوم ككائن يقف فوق الأجناس البشرية ككائن منزوع من الجنسية ككائن أعلى من الرجل والمرأة فالحكي عن هل بنحبها أو ما بنحبها موضوع تاني فينا نحبها بس ما بيمنع حبنا لألا أو لأغانيها مثل ما أنت بتحب الصلاة أو الأذان تسمعون بس هذا ما بيمنع من أنك تخضع هالشي للتفكر للشغل للتفكير للتحليل للتأمر فضلا عن وجه تاني بأم كلثوم اللي هو أنه أم كلثوم ما نزلت من السماء هيك في الصورة اللي بنعرفها عنها أم كلثوم ترافق صعود أم كلثوم مع من جهها تعرض مدينة القاهرة لهجرات رفية كثيفة ورحيل كتير من الأقليات والكزمو فوليتيين والكزم والقاهرة تبدلت هويتها وبالتالي وبالتالي هالشي اللي بيّن واضحاً بالنظام الناصري يعني أم كلثوم كانت موجودة طبعاً مع فاروق وغنت لفاروق أم كلثوم صارت اللي صاريته مع التحول الاجتماعي والسياسي اللي بدون شك يعني مقاربة جداً دقيقة وزكية يعني لأنه عم تشوفها من هذه الزاوية الاجتماعية وهذا التوضيح كان مهم كتير يعني بتعمل قراءة اجتماعي لمرحلة ظهرت فيها أم كلثوم